اشتركوا في القناة والسلوكيات اللي احنا عايشين عليها بقالنا سنة شهر رمضان ده بيبقى بجد فرصة فرصة ان احنا نختنمها وفرصة ان احنا نعمل فيها حاجات حلوة كتير جدا تشيل بقية السنة كلها بس خلوني الاول ارحب زمالي ومش ارحب بس اصبح عليهم صباح صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا اشرف صباح الخير لكل مشاهدينا ومشاهدي نوع اللايف وكل سنة وانت طيبين وزي ما امان قالت ايام كتيرة جدا وساعات طويلة قوي انصمها حوالي 16 ساعة سيوم وجو حر قوي ربنا يعيننا بجد على السيوم السنة صباح الخير يا اشرف صباح الخير ايمان بدر صباح الخير ايمان مختار صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل يا رب رمضان ان شاء الله يعد علينا بكل صحة وكل عافية ومغفرة من عند ربنا سبحانه وتعالى ويا رب الناس تقلل بقى من كمية الاكل اللي انا شايف كمية الناس بتنزل تشتري كمية اكل قد كده ومش فاهم يا ما باكلوش طول السنة ويجو يوم في شهر رمضان يشتروا كمية اكل غير طبعية ارجوكوا ووفروا شوية في الاكل شهر شهر الصيام يعني نقل الاكل وما ناكلش كتير ونتعبد ونتفرج على مسألسلات طبعا طبعا اكيد في التلفزيون المصري في مسألسلات كتير عندنا فقرة النهاردة خاصة بالغذاء يعني نحاول ان احنا نقلل كده ونأكل ونشوف ونفكر هنأكل ازاي عندنا فقرة خاصة بالتغذية مع الدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية العلاجية والعلاج السمنة ده مع زملتي ايمان مختار يعني فكرة فقرة مهمة جدا ويمكن توقيتها الصح انا هنا توقيتها الصح في شهر رمضان وفي اول يوم عشان نبتدي نعود نفسنا ازاي نبتدي ناكل وبعدين فيه اكلات صعبة وبعدين فيه كمان سلوكيات ناكل قبل الفطار ناكل الفطار على طول ولا اول قبل يعني ساعة الفطار ناخد يدوبك حاجة بسيطة ونكمل ده برضو مدرسة نعم فيه ناس فيه انواع معينة تدخل تنزل عليها على طول على تربست الفطار وبعد الفطار توضح خمس ساعات بتهدم ما فيش هزار لا وتهدم بقيب البسبوسة والكنافة فبرضو دي مدرسة يعني موضوعات كتير ويمكن نقاط كتيرة جدا انتوا حابين تسمعوها انا متأكدة الام والبنت والشاب وكل الناس اللي في البيت هيكون معنا كمان فقرات كتيرة جدا هيكون معنا النهاردة الفنان عبد الرحمن بلالة المنشد الديني النهاردة هينشد لنا بعض الاناشيد الدينية الخاصة برمضان هيكون معنا ايه كمان؟ معنا كمان فقرة مهمة جدا مع الانشاد الديني معنا ضفنا كمان استاذ دياء الدين دغمش مؤسس شبكة أنا للإعلام الجديد السورية وموضوعنا النهاردة يكون عن تطور وتصعد الأحداث والأزمة السورية وزي ما احنا بنقرأ كمان في الجرائد ونسمع وبنشوف وكمان اشرف اكيد مع اخبار كتيرة كمان فقط الصحافة عن اخر تطورات كمان في سوريا الصحافة الفقرة الجاية مع الاستاذ محمد زاكي مدير تحرير جريدة الوفد سريعا نبتدي يومنا وصح صح وبلاش نوم دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قال لك احنا عايزين نعمل رمضان بشكل جديد في عزيمة وعمل نتمنى ان الناس تبطل نوم ونهاركو دايما صعيد